اشتركوا في القناة بالعديد من التوصيات التي من شأنها أن تفتح المجال للتجارة البينية بين الدول العربية طبعاً أمنيتنا في هذه القمة في ظل التوافق بين الدول العربية وقادة الدول أنها ستكون هناك إن شاء الله توافقات كثيرة سواء سياسية أو اقتصادية طبعاً إحنا جواباً لسؤالك إحنا كالتحاد قرف عربية دورنا نرفع توصيات إلى الجامعة العربية ونضع النقاط والتحديات التي تعيق الوصول إلى الأهداف المرجوة التي هو التكامل الاقتصادي العربي وعليها طبعاً إحنا نحاول نجسل نقاط من خلال هذه التوصيات التي نرفعها وترفع من خلال الجامعة العربية إلى اجتماعات القمة هذه وإنتمنى أن الملف الاقتصادي يأخذ جانب كبير لأن المستقبل والتحديات في هذا الجانب مهم جداً من التكامل الاقتصادي العربي الآن طبعاً إحنا اللحظة كقطاع خاص هناك شيء يعني أمنيتنا أن ترتفع المبيعات البينية والتجارة البينية بين الدول العربية الدول العربية ما تجد على 15% ومبالغ التريليونات وملايين الدولارات تطلع للدول الأخرى التجارات البينية بين الدول العربية والأجنبية ولكن إحنا نتمنى أن يكون هناك ارتفاع بين التجارة البينية والاستثمارات البينية بين الدول العربية وهناك مقاومات كبيرة بيننا وبين في الوطن العربي أن تكون هناك كتلة قوية عربية تناهض الدول الكتلة الأخرى في العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر